مجموعات خبراء التقليل بسيط بسيط جدا يجي مع الاجهزة الحديثة اسم التطبيق اي بوكس اللي هو تطبيق الكتب هذا التطبيق يقرأ البي دي اف ويقرأ ايضا صفحات المواقع صفحات من سفاري يقرأ الكتب بصيغة البي دي اف وايضا ببعض الصيغ مثل كتب المكتب الشاملة نستطيع ان نقرأ هذه الكتب يقسمها الى صفحات معينة نستطيع ان نتنقل بين الصفحات كل صفحة يحطها لنا طبعا في سطر واحد نقرأها على اجزاء عن طريق الدوار نحرك الدوار الى اسطر ونستطيع ان نجعل الناطق يقراها عن طريق ميزة نطق الشاشة وكلها الان سوف نستعرضها باذن الله انا دخلت على سفاري ووجدت موضوع في احد المنتديات اسمه القصة الكاملة لحرب الخليج حرب الخليج الثانيه الكويت والعراق القصح كامله موضوع يعني مثل اي موضوع اريد ان اقرأ هذا الموضوع بدون انترنت اريد ان اقراه في هذا الموقع في هذا التطبيق الاي بوكس ايش افعل رح الى مشاركة اضغطها لحفظ البي دي اف على الاي بوكس سوف يحفظه لنا كبي دي اف جميل انتهى الان نحن داخل الان انا داخل الموقع داخل التطبيق تطبيق الاي بوكس طبعا للتنبيه بعض المواقع اللي مثلا انا بنحمل روايات قصص كتب بعض الاحيان يحولنا على صفحة تشبه الابستور ويقول لنا يعني ايجاد الكتاب لما نضغط عليها اي ضرل رح يفتح لنا الاي بوكس الان هذا الموقع على الاي بوكس نضغط على نستعرض الاي بوكس سريعا جدا المكتبة المكتبة نضغط على المكتبة المكتبة تحديد زر لما نضغط تحديد تحديد اسكت لما نضغط تحديد الان كذا تحديد تم حطينا تم لما نختار واحدة من المواضيع ايا كان نجد هنا حذف ونحذف الموضوع هذا طيب انتهى المجلس العلمي المجلس العلمي المجلس العلمي المجلس العلمي هذا من الالوكة من هنا نستطيع ان نغير او نحرر حرب الخليج حرب الخليج طبعا يكرر لنا يعني حرب الخليج الاسم نقدر نحرر الاسم من هنا ونستعرضه نبغى نستعرض اضغط جميل جدا الان فتحنا هذا الموقع حقل النصب تم لمختيار حقل النصب تم لمختيار الكتب المميز قواء بحث مشتريات بحث حق نقل حذف زر تم تم حرب الخليج الثاني تم العناوين اه العنوين تم الفئات بحث المجلس العلمي حرب الخليج الثاني تما لمختيار الاختيرات المرجعية زر إذن من لما نضع التحديد عنوان نستطيع أن نغير الاسم أو نحذف أو ننقل الملف أو نشارك الملف الآن فتحنا هذا حبو الخليج هذا الصفحة الأولى نقرأ مثلا من الصفحة السادس منطقة الصفحة واحد صفحة ستة منو اثنى عشر نبغي نكمل القراءة طبعا هذا العنوان وهنا نكمل طبعا نتحكم بالأسطر ما في أسطر بعض الأحيان يعطينا أسطر في بعض الأنا جربت ونقرأ بالسطر لكن هنا يبدو أنه ما لكن ممكن لو نضغط نضغط الآن نشوف أيه لما نضغط عليه تأتي الأسطر نقرأ سطر 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 هذا عن طريق الدوار ننزل بإسم واحد طيب نكمل مثلا وهكذا في ميزة اسمها ميزة نطق الشاشة في أنا أبغى قبل ما أختم أبغى أعرج عليها هذه جميلة جدا الميزة هذه الرائعة في إمكانية الوصول نطق الشاشة من فين ندخل لها ندخل على إمكانية الوصول وندخل على التكلم مش التكلم اللي داخل الفويس أوفر لا التكلم اللي برا التكلم اللي برا خارج الفويس أوفر لما ندخل نلقى نطق التحديد زر الرجوع نطق التحديد وبعد نطق الشاشة هذه باختصار لو شغلناها رح يطلع شريط حالة في أعلى الشاشة هذه الميزة تمكن من أنه سوف ينطق كل ما نريده وكأنه مقطع صوتي يشتغل حتى تشتغل في الخلفية ونستطيع إيقاف النطق هذا إيقاف مؤقت واستئناف النطق ويعمل أيضا في الخلفية نستطيع أن نتحكم في السرعة والصوت والتقديم والتأخير تشغيل نطق الشاشة الآن ننطلق إلى الآي بوكس أيضا هناك ميزة في الآي بوكس هناك ميزة رائعة في الآي بوكس لو قرأنا جزء من الكتاب ثم أغلقنا الجوال أغلقنا التطبيق ورجعنا سوف يعيدنا إلى نفس الصفحة اللي كنا عليها وهذه رائعة جدا طبعا تذكرون وصلنا في صفحة ستة هذا هو طبعا الآن نضغط على أعلى الشاشة في شريط الحالة ضغطة واحدة بعد ما نلمسه وبعدين ننزل بإصبعين من فوق إلى تحت وراح نلاحظ أن الصوت يقرأ نلاحظ طبعا نستطيع أن نزيد في السرعة ننقص في السرعة نطلع خلاص جميل جدا نبغى نوقف إيقاف مواقق بإصبعين في وسط الشاشة خلاص أوقف إيقاف مواققات نبغى نستأنف نوقف أيضا جاء رائع وجميل جدا يعني مبسط طيب الآن راح نوقف ميزة نطق الشاشة هذه الآن بالنسبة للمكتب الشاملة طبعا حملت أحد الكتب وجربت عليها متوافق ندخل على موقع المكتب الشاملة وبعدين نختار قائمة الكتب بعدين نختار الكتاب راح يقول لنا تحميل بصيغة تتوافق مع الأجهزة الذكية نحط نعم مباشرة راح يقول لنا فتح في آي بوكس نضغط نعم ورح تتحمل إن شاء الله تكون الفكرة وصلت وتكون الفكرة واضحة هذا التطبيق رائع جدا مع ميزة نطق الشاشة أروع وأحسن مع ميزة حفظ الملفات بشكل البي دي اف على سفاري وقراءتها أيضا يعني كلها ميزات تستحق فعلا يعني التجربة شكرا لكم